موسيقى بص هو في حاجتين بالمناسبة كنت عايزة تكلم فيهم حاجة منهم متعلقة بينا في مصر والحاجة التانية طبعا متعلقة بلبنان تعال نبدأ معلش نعايز استأذنكم نبدأ بس بالموضوع بتاع مصر ايه الموضوع بتاع مصر؟ الموضوع تحديدا متعلق بالانتاج الدرامي والبرامجي شوف هل في حد يقدر يقول ان مصر مش هي صاحبة الريادة في الانتاج الدرامي والبرامجي في المنطقة بالكامل؟ لا محدش يقدر يقول ده على الإطلاق طيب هل في فترة من الفترات باعتبار المقولة الشهيرة أو وضعها في الاعتبار لكل جواد كبوة فكنا نعاني من كبوة ما أدت إلى ظهور الصالح مما لا شك فيه والطالح للأسف الشديد الطالح هنا كان في نوعيات برامج ونوعيات تمثليات بالتعبير بتاع زمني وجيلي مسلسلات بالتعبير بتاع اليومين دول ومش عارف ليه بنقول مسلسلات يعني ما لها كلمة تمثلات مهم يعني وبالمناسبة خليك عارف كويس جدا أن طول الوقت كان فيه مصطلح عظيم لازالة رائجا حتى هذه اللحظة الفيلم العربي المسلسل العربي عمرنا ما كنا بنسمع كلمة الفيلم المصري والتمثلية المصري هم اسمهم كده الفيلم العربي مسلسل العربي التمثلية كلمة تمثلية تساوي مسلسل مصري كلمة فيلم عربي يعني فيلم مصري طيب مصر هتفضل طول الوقت هي الأغزر انتاجا والأقوى انتاجا والأكثر تأثيرا طيب فترة الكابوة دي قدت زي ما بقولك لزهور طوالح الأمور طوالح الأمور أي مش أجوادها مش هقولك أوحشها ولا أسوأها ولا أفسدها مش أجوادها طيب هل ده معناه أن مصر ما هيش قادرة أنها تعيد مجد انتاج الدراما والبرامج مرة تانية لأرضها ونفسها وشركتها تقدر ونص طب إيه دليلك يا عم يوسف أنا أقولك الدليل هو أنه مع تأسيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروافدها المتحدة الإنتاج الفني والمتحدة الإنتاج السينمائي والمتحدة إلخ 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 طيب شركة كبيرة عملاقة فيها مساهمين كتار جدا بالمناسبة وهذا حتى نقطع شك بيقين مساهمين كتار قوي 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 يعني المتحدة مش مملوكة لشخص واحد ولا جهة واحدة إحنا بنتكلم على تحالف وتآلف لمجموعة من كبريات الشركات أسسوا مع بعض الكيان عملاق اسمه الشركة المتحدة من وقت ظهور المتحدة حتى هذه اللحظة أظن أصبح واضح وظاهر للعيان أنه الإنتاج التلفزيوني المصري مش هقولك كان كده كده يا سيني بقى طالع كده بسرعة الساروخ وتوزيع المسلسلات المصرية في أنحاء الوطن العربي زاد ومعدلات مشاهدة التمثيلية أو المسلسل العربي ما بين قصين المصري زاد جدا بل بالعكس أعادت هذه المسلسلات والبرامج لمصر صورتها الحقيقية اللي هي ما بين قصين صورتها الحلوة يعني مثلا لما تيجي تشوف المسلسلات مش هقولك الطالحة مسلسلات اللي ما كانتش بتعبر بحقيقة واقعية عن طبيعة المجتمع المصري وتيجي تقارنها بمسلسلات كتير خلال الكم سنة اللي فاتوا حضرتك نفسك سعيد بيها بل بالعكس بدأت تؤثر في طريق تفكيرك وبدأت تعيد صياغة وجدانك وتعود تفكر في مسلسلات تتكلم مثلا عن بيت العيلة اللطيف الظريف الذي يجمع الكل فتبدأ أنت تفكر في أنه يبقى حلمك الكبير وانت بتكبر في السن ويبقى عندك ستين خمسة وستين سنة أن تمتلك بيت عيلة ولو صغير تعيش فيه أنت ومرضتك وعيالك وأحفادك وما إلى ذلك هذه نوع مسلسلات أيضا أصبحت بتعيد إليك كرامة المرأة المصرية لما تيجي تشوف مجموعة من المسلسلات الصغيرة اللي هي مسلسلات الخماسية والسبعية وما إلى ذلك واللي بتتكلم على طبيعة وقوة ورفعة ودي حاجة مهمة جدا وعزة وكرامة المرأة المصرية فتاة كانت أو أما أو جدة وإزاي هي قدرة على أنها تتحمل الصعاب وتعبر المآسي ثم تتحول إلى نموذج رائع الجودة اللي لم يكن ممتازا فيحتزى وتبقى مسلسلات ملهمة للفتيات والسيدات المصريات ده نوع نوع تاني زي المسلسلات اللي أنا بحب أسميها دايما المسلسلات الملحمية اللي بتكلمك عن الملاحم والبطولات المصرية الواقعية زي اللي حصل في الاختيار والعائدون وملف سري وواواواوا ملف سري؟ لا بتاع السلفات بتاع أحمد عزة كان اسمه أجماعة حد يلحقني بس يفكرني مسألة كلها متعلقة كان اسمه إيه؟ هجمة مرتدة أيهوه مسلسلت أني أنا كنت أحب أوجي المناسبة فتلاقي عندك ثلاث أجزاء من الاختيار وتلاقي عندك هجمة مرتدة وتلاقي عندك العائدون وأظن كان فيه كمان السنة اللي فاتت المسلسل بتاع أفغانستان كان اسمه القاهرة كابل معلش محن برضو لازم ناخد بالنا أن المزيع 47 سنة وكسور فبرضو الزايمر بدأ يلعب دوره مش قوي يعني زايمر والصيام المهم فلما تيجي تشوف أنه النوع ده من المسلسلات هو اللي احنا كنا مثلا مفتقدينه بشدة ده نوع من المسلسلات بيعمل عملية إعادة بناء الوعي إعادة بناء الوعي للصغير وللشاب وللكبير وما إلى ذلك يعني آخر مسلسل ملحمي عن البطولات المصرية الحقيقية شفته كان إمتى يعني كان رأفة الهجان والحفار وما إلى ذلك وكل سنة وإحنا طيبين وبعدين فجأة سبحان الله بقدرة قدر بقت المسلسلات كلها بتتكلم على عائلات فاسدة وعلى ناس مجرمة وعلى شوية بلطجية وعلى نمازج سلبية فجأة فجأة ما تعرفش إيه اللي حصل وكانت تبقى اللي بانا اللي الناس بتستخدمها هو ده مش جزء من المجتمع يعني هو المجتمع ما فيهوش غير كده فوش حاجة عيدلة خالص المجتمع ده فتكتشف أن المجتمع طول الوقت مليان بالنمازج الجيدة وتكتشف بأنه الدراما قادرة على إبراز ذلك أبرزت إمتى الدراما ده الحقيقة أبرزته عن طريق الشركة المتحدة وشركائها يعني مش بس المتحدة ومساهميها الكثر اللي بانوا هذا الكيان العملاق لا وشركاء النجاح من الشركات الأخرى اللي ممكن تكون أصغر في الحجم واللي كبيرة بالمناسبة في التاريخ وما إلا ذلك يعني أنا أقعد مثلا أشوف مجموعة العدل جروب ويتتعامل معها أو تتعاون مع المتحدة ويطلعون مسلسلات جميلة وهكذا يعني أنا مش عاوز بس إيه أبقى بقول شركات أو شركات لأ لكن أنا بضرب لك المثل على سبيل المثال طيب عندنا مثلا برنامج قلولي البرنامج اللي احنا كنا بنتكلم عليه مبارح نجوم السماء هنا البرنامج ده بالذات عجبني جدا هقولك ليه مبارح ما كانش عندنا وقت قوي أن احنا نتكلم لأن احنا طبعا كنا مستضفين النجماران يا يوسف معنا على التليفون فكان بطبيعة الحل لازم نديلها مساحتها في الكلام نجوم السماء ده برنامج حلو حلو ليه أنا قلتلك مبارح أنا أقدر أقولك أن احنا أغلبنا اللي لم يكن كلنا احنا مشوفناش مصر كما يجب احنا بنشوف ايه شوفنا مثلا سكندرية ومصايفها والناس اللي بتروح السحل الشمالي بعضنا شاف بعض من بعض وإن كان جزء صغير يسير من محافظة البحر الأحمر آخرنا بتبقى الغردقة لكن ما عدناش على ساحل هذه المحافظة الكبيرة الضخمة على سبيل المثال احنا ما روحناش سيوى والوحاية احنا ما نزلناش أسوان بجد احنا آخرنا في رحلة لؤسر وأسوان بنعدي على المعابد في 3-4-5 تيام ودمتم سلاموا عليكم 10 تيام معابد لكن احنا ما شوفناش الجزر النيلية اللي مالية نهر النيل من شماله وحتى جنوبه ده على سبيل المثال بص يا عم احنا ما شوفناش من مصر أكتر من 20% الـ 80% اللي ما شوفناهمش أجمل بمراحل وده اللي عملوا برنامج نجوم السماء بالمناسبة لأنه ورّا لك مصر من فوق انت شوفت مصر من السماء فألقيت عليها نظرة وكأنك ماسك الميكروسكوب كده وقاعد عمال بتدقق فيها حتة حتة وتفصيلة تفصيلة فتكتشف ان مصر فيها كل اللي انت نفسك فيه مصر فيها المالديفز ازاي بالجزر اللي موجودة فيها اذا كانت جزر بحرية او جزر نهرية او بحيرات متوزعة في ارجاء القطر المصري ده على سبيل مثال مصر فيها سياحة الصحاري حدث ولا حرج والزحلقة على الرملة وما الى ذلك مصر فيها سياحة شاطئية تجنن مصر فيها محميات من هنا لحد بعد بكرة مصر فيها سياحة ثقافية من هنا سياحة ثقافية بقى بتاعت مصر دي من هنا لحد الف سنة قدام عشان تعرف بس تتفرج على حضارة 8000 سنة ده على سبيل المثال تاخد بقى كل الأوقاء كل الأماكن الثقافية او الاثرية ان حبيت انك تسميها كده ده مثلا يعني عندك بقى السياحة بتاعت الغوص ومش عافية لها السياحات البيئية انت في مصر عندك كل حاجة طيب احنا كنا عارفين كده هذا ما اوضحه لنا برنامج اسمه نجوم السماء فانا البرنامج ده بالنسبة لي الكريزة بتاعت البرامج السنة دي احنا مش بنتفرج على برنامج جيتافة ولا برنامج اشتغالات احنا برنامج بنتفرج عليه كل نجوم من عندنا النجوم اللطافة في الزراف ديوف هذا البرنامج البرنامج بيشجع على رياضة جديدة لم نكن نعرفها جيدا في مصر على الاطلاق يعني يعني ممكن اقولك مثلا انه 0.0001% اللي عارفين ان احنا عندنا هذا النوع من الرياضة اللي هو القفز بالمظلات من الطائرات في مصر وبالتالي انا اشجعك على ذلك طيب وبعدين البرنامج بيوريك مصر الحلوة وجمالها وطعامتها مصر البهية يعني كما تصح الكلمة وتوضع في مكانها الامثل والاوضح مصر البهية عارف مصر يما يا بهية هي دي ده بجد ده البرنامج وبتشوف النجوم وبتشوف النما ازاي بقى صحة ما خليواك اللي هينقطه ده يجب ان يكون صحته في التمام طيب فوق كل ده البرنامج انتاج ايه المتحدة انتاج مصري 100% طيب المنتج مصري ماذا عن المخرجين مصريين ماذا عن المصورين مصريين ماذا عن المدربين مصريين ماذا عن فريق التأمين اللي حاجة في البرنامج ده من الابرة هو بالتعبير الدقيق للطيارة بقى المرة دي مش للساروخ تعطين تعبير الابرة للساروخ كان ايام الزعيم من راحل جمال عبد النصر من الابرة للطيارة مصري انتاجته شركة مصرية بعقول وبأدين وبإبداع المصريين اذا عشان كده لما بقولك حقيقي المتحدة اضافت لنا خلال السنين اللي فاتت دي اضافة اكتر من رائعة يبقى انا حقيقي انا اعني هذا الكلام وادلل عليه بوضوح وتفضل دايما عندي انحيازات ناحية البرنامج بتاع النجوم السماء والاختيار بتاع السنة دي شوف مزعين مصر تحديدا اللي هم الصحفيين التلفزيونيين اللي في مصر مقدرش اقولك كلهم لكن عموما الناس دي تحملت الامرين ايام الاخوان وكنا بشكل او باخر شهود عيان فاللي بنتفرج عليه يثير داخلنا الكثير من النوازع احيانا هتلاقي بعضنا بيتفرج على مشاهد وعنيت اتملي دموع من كم اللي احنا عنينا منه علشان في الحتة الصغيرة بتاعتنا نقدر نوصل لحضراتكم اللي كان بيجرى ونحاول نحاول نبقى ولو مئداف في مركبة كبيرة تعدي بينا كلنا على بر الامان فيه مننا اللي يلاقى الامرين وفيه مننا اللي تأزى في حياته واللي تأزى في شغله واللي تأزى في جسمه وتعور وتضرب وتبهدل وتهان واللي تأزى في فلوسه يعني شوف اغلبنا كنا شهود عيان وبالمناسبة لما بنشوف ده يمكن احنا من الناس اللي حسى قوي باللمصر وصلت له دلوقتي فعلشان كده عشان بس تبقى فاهم اغلبنا او كلنا هتلاقينا بنتكلم كتير قوي على على فيلم على كنت لك على فيلم على مسلسل الاختيار ثلاثة علشان احنا احنا عشنا ده وشوفنا ده وعارفين اللي كان بيحصل قدام عينينا ده كنا بنلمسه كل يوم بنشوف هذه المؤمرات وبنشوف اللي تلأدب جوه مدينة الانتاج الاعلامي وبرى مدينة الانتاج الاعلامي احنا شوفنا بلاوي قد يأتي وقت ما كل واحد فينا يكتب مذكراته الموثق مش نضرب طلق في الهوى يعني قد يأتي هذا اليوم وقد لا يأتي ما يسمح لناش العمر يعني من غير فشر واضافة بطولات ان كان هناك توثيق سوف يخرج للنور بإذن الله سبحانه وتعالى زي ما خرجت وثائق وتسجيلاته وتسريبات ولا أشنع حقيقي ولا أشنع اللي احنا شوفناه في الاختيار ثلاثة ده ده حدوتة عشان كده انا بتفرج على الاختيار ثلاثة وانا تفكير رايح فين هو الاختيارة اربعة هيعمل ايه هيتقال فيه ايه على رأي ماتحة شلبي يانهرابيض عموما كل ما هو متعلق ب موضوع افلاس لبنان يا جماعة مش حقيقي حاكم المصرف المركزي في لبنان زي محافظ البنك المركزي عندنا سيد رياض سلامة بيقول ما تم تداوله حول افلاس هذا المصرف المركزي غير صحيح هناك خسائر أصابة القطاع المالي في لبنان ايوة الا انها قيد المعالجة وفي خطة للتعافي اللي بيتم اعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون معها صندوق النقد الدولي لسه مصرف لبنان او المصرف المركزي بيشتغل وبيمارس دوره بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وهيستمر هذا المصرف المركزي في هذا العمل بإذن الله اللي انا عايز اقوله لكم بس ثقوا انه لبنان هتعدي بايهوك اور كروك على الرأي الانجليز لبنان هتعدي هتعدي يعني بنسها هتعدي باللبنانية اولا ودي اهم حاجة وهم قادرين على ذلك انا عارف اللبنانية كويس او يعني وهتعدي باخوتها اللي حواليها محدش هيسيب لبنانا الاخضر الحلو فاصل ونكمل الكلام انا حب الكل المغنيين على عيني وعلى رأسي تتراتي المسلسلات هم تلاتة علي الحجار محمد الحلو متحط صالح تلاتة دول بالنسبة لنا التلاتة دول ما بيجلوش التلاتة دول تاريخ ووجدان وذكريات واحلى اصوات وبعدين اصلا كمان اي بقى انا دايما مربوطة عندي تتراتي المسلسلات بصوت العظيم الكبير اوي علي الحجار باشعار الابنودي يعني لما تيجي تسمع مثلا ابو العيلة البشري يا خبرة بيض يا خبرة بيض ايه ده ولا عبدالله النديم يا نهار بيض ايه اللي بيحصل شو زقاب الجبل مثلا على سبيل المثال الحصرة شوف انا لو عدت عدلك علي الحجار عد او اسف غنى تترات مسلسلات عاملة ازاي وحلوة قد ايه هتقع من طولك لانه 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 لما تعد تتأمل وتسمع الصوت بهدوء احنا هنا مش بصدد تقييم صوت عالي الحجار ابدا لانه هو كشخص وهو كفنان اكبر واعظم واهم بكتير من انه يعني واحد في دور عياله يقيمه بالمناسبة يعني ولا الله اكبر مني بالمناسبة كمان يعني لانه موهبته طاغية بالمعنى الحرفي بالمعنى الحرفي وصوت مهول ما شاء الله عليه ربنا يديمه عليه يعني لكن هي المسألة في انه عالي الحجار اختياراته للاغاني اختياراته للشعر اللي بيغنلهم اختياراته للمزيكة فلما غاب عالي الحجار سبع سنين عن تترات المسلسلات لازم لازم جيلي كله يحس ان في حاجة نقصها والله العظيم بتكلم جد الجيل اللي تولد في السبعينات ده بطبيعة الحال لازم يحس ان في حاجة نقص فلما يعود عالي الحجار مرة تانية لغناء تترات المسلسلات بعد سبع سنين ونلاقيه بيغني في مسلسل جزيرة غمام تفرح يعني احنا معانا اصدار الحجار على التليفون معانا يا بختنا يا حبيب ازاي حضرتك ربنا يخليك يعني مش عارف انا استاهل كلامك كتير لا ابدا والنبي ربنا يكرمك ما تقولش كده ابدا ده حضرتك تستاهل قد اللي تقال ده الف مرة الله يخليك الله يخليك والستاذ علي انت بتغيب علينا ليه كنا مستنين اللقاء ده من زمانه او النبي يعني احنا اخر مرة تقابلنا كنا على الطيارة ايوة مش كده شفت انا لسه عندي ذاكرة كويسة طبعا طبعا مش عانفة والستاذ علي بتغيب علينا ليه والله يعني زي ما انت قلت انا يعني اهم حاجة عندي الاختيار صح وطبعا فيه سبب تاني اهم يعني لانه برضو عشان نمسى معانا لازم نقول لهم بصراحة ما فيش مطرب يقول انا هروح اغني مسلسل كذا او انا سامع ان فلان بيصور مسلسل فاروح له او اكلمه اقول له انا هغنيلك مش حاجة اسمها كده بتحصلش ابدا طبعا يعني كان بيحصل كده وعادة كان شغلي مع عمار شريع وسيد شجاب والابنودي هو يعني كان بيبقى مطلوب كده السايب ده على بعض السلاسي ده على بعض كده طبعا لدرجة انه يعني بني وبني عمار مسلا مش اقل من تونمية اغني وبرضو عشان اشرح المسلية امنمية او يعني او اكتر كمان يمكن انه المسلسلات اللي عمالناها سوا ما تبقاش مقدمة ونهاية بس كان فيه جواها اغاني جواها اغاني بتعال صحيح اغاني صغيرة صح بقيقة ولا ديقة ونص لكن فيه مؤلف كتبها ومرحن وموزع وموسيقيين وستوديوهات ومعند الصوت يعني فهي قمية فالكم ده من التتات اولا كان مكافيني ومكافيني يعني من الغاية مموت وبعدها هيفضل تفضل التتات مدام فيه قنوات تفتح ومسلسلات بتتعاد فيه اكتر من مية وعشرين المسلسل عملته منهم مسلسلات تمثلت فيها كمان مش جغاليني بس فدلوقتي بقى فيه قول من عشر سنين فاتوا بقى فيه جيل تاني من المخرجين من حقهم ان هم يختاروا جيل تاني من المطربين اللي هو جيلهم هم يعني حيقول ايه اللي كان محمد فاضل ويشها العالمي واسمعيل عبدالقافز ومكد يا ابو عميرة بيجيبوهم طب ده جيلهم فاحنا نجيب جيلنا من المطربين وده حقهم الحقيقة وده اللي حصل لكن كمان في السكة جالي جات لي مسلسلات تترك مسلسلات ما هياش شبه اللي انا كنت أعمله قبل كده لا ككتابة ولا كالحاء يعني انا دايما ببقى فخور ابن وفرحان بزئاب الكبل وعبدالله النديم وما تمنعوش الصادقين عن صدقهم والمال والبنون والرحاية وشيخ العرب يعني كل الحاجات بالنسبالي فرحان ان انا غنيت الحاجات درجة ان فيه مسلسلات يمكن الناس مش فاكراها بس فاكرة تترتها طبعا وزي ما انت قلت مش تتراتي يعني ممكن الناس ما شافتش كل ليلة حلمية او زيزينية لكن فاكرة اتصل لغنى محمد الحلم فالكواليتي بالنسبالي حاجة مهمة جدا جدا وما نش مستعجد او ما نش يعني متكالب على فكرة ان انا غني تترع او ما غنيهوش غنيت قبل كده العبد الرحيم كمال الاستاذ الكبير عبد الرحيم كمال غندتك وشيخ العرب همام والمرة دي بيكلمني عن جزيرة غمام فطبعا احنا نجحنا مع بعض قبل كده وانا عارف الكواليتي عارف طريقته في الكتابة اللي هي مختلفة خالص عن بقية الناس بتوع دلوقتي يعني فطبعا حاجة تبرح كمان شادي مؤنس عامل لحن حلو قوي إبراهيم عبد الفتاح شعر كبير اشتغلت معاه قبل كده مسلسلات واشتغلت معاه مع بعض وكاتب المرة دي حاجة حلوة قوي قوي فالموضوع على بعضه كان يشجع قوي إن أنا أغنيه يعني وحتى قوي لسه فيه أغني جوه المسلسل كمان مش بس التتات يعني فيه أغني جوه المسلسل ده كده والله زمان ولسه البقية ده والله زمان ينهار ده يبغتنا في النهاية هو احنا اللي كسبانين بعودة الأستاذ علي الحجار لغناء تترات مسلسلات لأنها هتبقى ساعات كتير فيه أجيال بتبقى ما شافتش المسلسل وأجيال أخرى ممكن تبقى ناسية أحداث مسلسل لكن الأغنية تفضل حضرة معكها معكها وعشان على فكرة يعني القنوات الجديدة اللي بتفتح كل شوية بتعيد المسلسلات مثلا الشهرين اللي فاتوا دول أنا لفيت الصعيد كل عملت حفلات من أول الفيوم سويف منيا وأسيوت ولوكسور وبعدين لجاة تانية عملت في سهاج في معبد أبيدوس مع الأوبرا من عشر تيام مع جامعة أسيوت فتتفرج على الشباب الصغير اللي بيطلب الرحاية وبيطلب زئاب الجبل وهم يعني اتولدوا بعد الحاجات دي متعملت كتير 18 و 20 سنة دول يعني لسه يعني ما حضروش زئاب الجبل ساعة متعملت طبعا لكن عشان المسلسلات بتتفعاد تحظنها وبيطلبوها بإلحاح وبسعادة إذن لا يبقى لي غير أن أنا أقول أن أنا فرحان وسعيد دي نقطة والنقطة التانية إن أراد الأستاذ عيل حجار أن تكتمل سعادة الفقير إلى ربه يوسف الحسيني إحنا نعمل مع بعض حلقة وتبقى كمان بمناسبة العيد يعني نعيد فيها سواء إذا سمحتنا واجب لك الفرقة ونغني لك يا ريت وأنا هيبقى طلبي الخاص دايما عبد الله النديم أعناي أنا عارف طبعا ونحط معاهم كمان جديد بطمان بإذن يلا بينا أعتبر دا وعدة يا أستاذ علي معلش أعتبر دا وعدة خلاص كده طبعا يا ربي لكننا هنعمل كده يمكن من الشهور صح والفرصة عثرت لكن هانت أشكرك يا فندم جدا 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 وكل اللي قدر أقوله مبروك علينا عودتك إلى تترات المسلسلات مرة تانية علشان تعيد تشكيل وجدان الأجيال جديدة زي ما شكلت وجدان الجيل بتاعنا كله ألف 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 شكر ليك شكرا لك يا أستاذ علي ألف شكر كل الشكر لنجمنا الكبير العظيم الرائع أستاذ علي الحجار مزيكة مزيكة يعني مش هزار ده فاصل تاني يا نديم اللهم بارك لنا في الفواصل قولوا أمين ونرجع لدكتور كريم أهلا 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 بحضراتكم طبعا كما جرت العادة نازم نازم في رمضان نلتقي بفضيلة الدكتور مولانا الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقر المقارن بجامعة الأزهر كل سنة وحادك طيبة مولانا ورمضان كريم كل عام والإنسانية بمسلميها وغير مسلميها بخير وسلام الله أكبر طب خليني ناخد من الجملة دي بقى أول حاجة نكون ناويين نتكلم في موضوع متعلق بسلوكياتنا جميعا في رمضان الإنسانية بمسلميها وغير مسلميها بخير وسلام أي أنه لما أخذ الكلام ده من على لسان فضيلة الدكتور أحمد كريم هذا يعني أنه الإسلام بكافة مذاهبه وروافده ومدارسه الفقهية يقول أنه الإنسان في خير وسلام بصرف النظر عن عقدته ودينه وطيفته وخلافه أحسنت وأصبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم وَلَخَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الرسول القائل ما خلق الله تعالى خلقا أعز عليه من بني آدم ورضي الله تبارك وتعالى عن آل بيت نبينا ومنهم سيدنا علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه رضي الله له كتاب أكشفه لأول مرة في الإعلام للعالم اسمه رسالة الحقوق وختم كتابه بحقوق أهل الكتاب من زمن بعيد في صدر الإسلام سيدنا علي زين العابدين ابن الإمام الحسين له كتاب رسالة الحقوق من ينشر ويبس ويترجم هذا الكتاب في حقوق الإنسان من بيت آل بيت النبي صلى ثم بعد آل البيت وأسني بالصحابة ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر الذي أرسى قاعدة زهبية في تكريم أهل الكتاب حينما قال لعمر بن العاص رضي الله عنه متى استعبدتم والناس يقصد قبة مصر وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار الله وبعد الحقيقة أني لما تنظر في خطبتي حجة الوداع لن تجد عبارة فيها يا أيها المسلمون أيها الناس بالضبط أحسنت أتجد يا أيها الناس فلما يجي الإسلام بيعصم الدماء والأموال والأعراض إنما للمسلمين ولغير المسلمين ولذلك عندنا من دقائق الفقه الإسلامي حرمة مال غير المسلم كحرمة مال المسلم حرمة عرض غير المسلمة كحرمة عرض المسلمة حرمة دم غير المسلم كحرمة دم المسلم ولذلك أعجبني الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وأذكر لك طرفة لمشاهدين في رمضان كنت في معية الإمام الراحل سيدنا الشيخ مع الأستاذ دكتور محمد سيد طنطاوي الله رحمه الله هو رجل مستنير بحق وكنت معه في دولة طاجستان في مؤتمر عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان فطلب منا أن أتكلم فوجدت الناس أتكلموا في ترجمته وتاريخه مولده وتربيته فخطر لي خاطر استحوذ على إعجاب المؤتمر كله قلت إبقى حقوق الإنسان عند أبي حنيفة أبو حنيفة ينفرد بأن لو المسلم قتل غير مسلم يختص منه لازم يبقى مؤلف كده يعملونه دكتور رحمة الكريمة حقوق الإنسان نعم عند أبي حنيفة النعمان نعم والله الله يفتع عليك عارف قال إبو حنيفة استدل السدلال واضح ومختصر وجميل ومفيد وما قدرش حد يجدله فيه قرب هنا ألف القرآن قال نفسه بالنفس نفس ما وصفهاش على عقيدة نفسه بنفس يا مطلق وعام قال إبقى نفس غير المسلم كنفس المسلم فإذا المسلم قتل غير مسلم يختص من المسلم فهنا حضرتك أنا لما بقول ربنا يبارك فيك وده اللي انت خلتوا يعني غيرنا ما صار ما الموضوع الحلقة الرئيسي في السلوكيات وده برضه من السلوكيات لما أنا بقول أعاد الله رمضان بالخير واليمن والبركات على الإنسانية بمسلميها وغير مسلميها نعم لأن الإسلام في التعامل الإنساني لا ينظر إلى لا الدين ولا المعتقد ولا اللغة ولا اللون ولا الجنسي إطلاق يعني شوف حضرتك مثلا أمثلها كثيرة جدا يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في يوم عيد القطحة زبح أطحية وبعدين بيقول له يعني بيقول لخادمة ابدأ بالصدقة أو الهدية على جيراننا فقال له وكان سيدنا عمر يسكن في دمشق وأنا الفكرة يعني زرت بيته بجوار المسجد الأموي في دمشق فقال له أن أول بيت بيت واحد من اليهود قال أعطيه أولا لأن له جملة حقوق أنه هو من أهل الكتاب وأنه هو من الجيران فحضرتك الإسلام هنا بيتسع للرحمة لكل أبناء البشر يعني مثلا نحن الآن في مصر المسلمون يصومون والمسيحيون يصومون صح فاكتمع الصيام الأمر الآخر أنه نحن حتى في دعائنا لما ندعو دعاء عام تخطي بالحضرتك ولا ندعو دعاء يعني عفوا خاص للمسلمين ويكون ده حكر على نحن لا يعني من نقول اللهم مش في المرضى اللهم واسي المساكين وزوي الحاجات يعني ما نقولش نختص في الدعاء نقولي اللهم مش في مرضى المسلمين لا يا خمد خليها المرضى أحسن خليها المرضى على عموم الإنسانية ربنا قال لك إيه في القرآن والله العظيم يا ويسي بيه دي آية هي في حقوق الإنسان كلها وما ربنا قال إيه الحمد لله يا رب ما قالش المسلمين العالمين العالمين احنا شو بنقراك مرة في اليوم يبقى الحمد لله رب إيه رب العالمين في حضرتك لما نقول إطعام الجائع هجيب بقى كلام كده من نفائس الفقه الإسلامي سألوا الإمام الشافع رضي الله عنه و أرضاه طيب هل ممكن صدقة الفطر ودي احنا في شهر رمضان و الآن من الممكن على مذب الإمام أبي حنيف أخرج صدقة الفطر وعلى مذب الإمام الشافع من منتصف رمضان ولا نؤخرها اليوم العيد كما يقول المتشنجون عشان الناس يقدر تقدر حاجته طبع فسألوا الإمام الشافع رضي الله عنه و أرضاه هل ممكن أدفع صدقة الفطر لأهل الكتاب قال نعم إذا كانوا فقراء إذا كانوا فقراء و كتابات كتيرا كتبها مثلا الإمام القرافي ده من أئمة المالكية الكبار ما قال يعني ننظر في أحوال الناس إن وجدنا إنسانا من أهل الكتاب يعني افتقر و صار الناس يتصدقون عليه شو بقى السمح هنا تبلغ الزيرو قال يفرد له راتبا من بيت مال المسلمين يمنعه عن الصدقة و ده من الأئمة المالكية أيها والمالكية معروفين شوية كده بإيه بالشدة يعني ده كان في الأول بأول ما كانوا متشدين في الغسل والطلاق بس خدت بالسيادتك و لذلك قالوا في المسلم لو لا الغسل والطلاق لكان مذهب مالك ترياق الله فإحنا ما بنجي النهاردة في رمضان حضرتك نقول إيه رمضان كريم برب كريم على كل العالمين هو مش ربنا سبحانه وتعالى حتى باللفظ وبالمنطوق في الكتاب الكريم في القرآن الكريم هو رب كل من خلق أيها و ليس رب المسلمين فقط لا 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 هو خالق الخلق بالزر يبقى أنا لما أساعد أساعد الخلق الإنسانية ناس شوفوا بنسمعنا إيه إنسانية الإسلام يعني إيه يعني أن الإسلام يتعامل بالرحمة والعفو والتسامح والصفح مع الإنسان كإنسان و لذلك الرسول أعلن المساواة قبل الدستير المعصرة ما تقرر ذلك يعني ما يقولي في خطبة حجة الوداع قتب لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسر بحرب العنصرية خطبة لك إلا بتقوى الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم حتى الفقهاء يعني يعني مساب نتامية اللي هم بعض الأدباع أساوا إليه بعض الأدباع أساوا إليه عمل موقف في حروب الحروب الصالبية في الشام وقف الأسر عند الروم عند الصليبيين عفوا أسر كثيرين منهم من المسلمين ومنهم من أهل الكتاب فالمهم قائد الحروب الصالبية أنا زاك في عصر الإمام ابن تامية وبعض الناس متصورون أنا رجل متشدد هو مش متشدد ده أتباعه لأساءه فهم كتاباته المهم ابن تامية رحمه الله فبعت له قائد عسكر الصالبيين قال له لقد قررنا بصفتك هو يحسبه يعني بيقوله بصفتك من بطاركة المسلمين وهو صحيح لو قال لنا من أئمة المسلمين يعني قال له قررنا إطلاق صراحة الأسر المسلمين ماذا قال ابن تامية وماذا عن المسلمين قال وماذا عن أهل الكتاب عن اليهود والمسيحيين لأن أرض اليهود يعني لو يفهموا الحاجات دي أمرهم ما يطهدوا الفلسطيني المسلمين أو المسيحيين الأعرب بصفتك نعم فسيد ابن تامية بيقوله وين بيقوله وماذا عن أهل الكتاب قال له قائد الحرب الصالبي وما شأنك بأهل الكتاب قال لا هم في زمتنا يعني الزم كان مصطلع زماني عن الضمان مش موطن درجة تانية مرضو بعض الكتابات بتفهم إن أهل الزم احنا مش عايزين نقوله دلوقت قد تبقى لك لأن خلاص الجزء أصبحت يعني أمر تراسمة المواسق والإسلام يرحب بذلك طبعا زي الإسلام مرحب بإلغاء الرق معايا حضرتك فسيد ابن تامية قال له لا والله لا بد أن يفرج عن إخواتنا أهل الكتاب وإلا كنا ضيعنا زمة محمد فالرجل انبهر يعني قال له انت حريص لهذه الدرجة على الأسرة من المسحين واليهود قال نعم لأنهم أهل زمتنا وفي خفارتنا وهم وإلا كنا قد ضيعنا عقد الزمة وعهد الزمة خدت بالك دي صورة طيبة مش عارف إحنا لما بنقدمش هذا وللأسف يمكن اللي إحنا نيجي بنبنيه بيجي بعض المتسلفة والدواعش والكلام ده مش فاهمين التشريح الإسلامي وهم صوتهم معلش الإعلام والدعم والمؤامرات المخابراتية العالمية بيخلوا صوتهم أعلى ما هي المصيبة يا مولانا أنه هناك سلطنات وممالك للأسف الشديد بما اقترفته من مذابح حطتها ما بينقصين باعتبرهم سلطنات وممالك إسلامية هي اللي أفسدت هذه الصورة أمام العالم والكلام ده يمكن من القرن الخمستاشر والستاشر بدأت هذه المذابح يعني أنا حاولت قعد قدر الاستطاع للسينيين الإراية في دخول الإسلام لشبه القرى الهندية والصين نعم ما لقيت في مرة أنه تم رفع سيف ده بأخلاق التجار يعني المسلمين الأوائل نشروا الإسلام بالأخلاق بس يعني كانت تجار من المسلمين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يذهبون إلى أوسط أسيا وإلى ساحل الشرقي من أفريقيا اللي هو الصومال وجوبوت إلى أخر يعني يتعاملون بالصدق والأمانة وبالبشاشة وبالعفو فقط فابتدت الناس يسأل من هؤلاء قالوا محمديون قالوا من محمد قال ابن عبد الله يعني جاء بدين اسمه الإسلام يقول طب ما الإسلام إيه القرآن إيه ابتدت الناس تلتفت وتنتبه بسبب أخلاق ولذلك الرسول على السلام يعطينا قاعدة زهبية فيما نحن فيه قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوها بأخلاقكم و أنا عايز أقول هنا يعني بفضل الله عز وجل والدولة المصرية مشكورة في يعني في توساة على الشعب بطريقة غير مسبوقة يعني تحية مصر وحياة كريمة وغيرها النهاردة الكاراتين الرمضانية سواء تموين أو طازق أنا بأعز أقول لك فتوة جديدة قولي هي لا تدفع هذه المساعدات أو الإكرام أو المواساة للمسلمين فقط وللمسيحيين كذلك لأنه لما تدخل سرور على إنسان ده من أعلى القربات والطاعات قد تبقى الحضرتك معنا ثم أنه بقى فيه وعاء كبير يجمعنا عارف إيه هو؟ الضرائب بيتفح المسلم ويتفح المسيحي معايا حضرتك فنتكافى الجميع بالزبط يبقى هنا رمضان هيذكرنا بالإخاء الديني هيذكرنا بالإخاء الإنساني يعني مش عايز أقول لك لو أنه بقول لك الموضوع موضوع الحلقة لكن هو ربنا أراد كده والله العظيم على هاتفي دعوات محبة وإخاء من إخواتنا أهل الكتاب لشخص ضعيف لحفل إفطار في بعض الكنائس في مصر فشيء طيب وشيء رائع أن تتجسد هذه الروح الخلاقة و لذلك أنا بأكد و بقول ياريت أننا في تجليدنا الخطاب الديني يعني كنا زمان يعني أيام حروبنا مع إسرائيل في خمسينيات وستيات وستيات القرن الماضي كان فيه دعاء على فكرة أنا ما كنتش أحبه أما كانوا يعدينه عليهم بالموت و الخراب و الديار على اليهود يا أخي يا ناس فرقوا ما بين اليهود الموادعين و ما بين الإسرائلين حتى ما تدعيش عليه يعني الرسول عليه كان يدعو بالنصر بدون أن يدعو على الناس بشار لا ما كان شهد عن أم الشار يعني شوفه في فتح مكة الوسن اللي هو يعني أسوأ حالا من المخالف لنا في العقيدة معدين لما يجي واحد من الأنصار طبعا كان سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه أرضه فكان مع اللواء فبيقول و إحنا في فتح مكة على فكرة في رمضان و ده ذكرنا بإن الإسلام ما عندوش ثقرات مع الغير و ده اللي حصل مع أبي سفيان بن حرب لو شاء الرسول على سبت السلام لضرب عنقه و لم يحدث قبل التوبة و قبل الصلح و قبل العهد و لذلك أنا سعد فأسلم أبي سفيان سعد بن أبي عبادة رضي الله عنه فبيقول اليوم و يوم اللي هو يوم فتح مكة في رمضان كان السنة الثامنة من النهجر بقول اليوم و يوم الملحمة اليوم تزل فيه قريش فسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذهب مسئل الله رسوله و قال له مش باب لا ده عشان ده حرب و لازم ينقل له الأخبار تحركات الجيش الإسلام فبقول له يا رسول الله سعد قال كذا قال إنزع منه برفق اللواء أعطيها لابنه برضو عشان منعش فيه في الصدور حاجر ثم نادي علي و قل اليوم يوم المرحمة هذا يوم توصل فيه الرحم شوف الرسول يعني ده حكمة نبوية ده الحكمة النبوية لهم لا وبعدين لما رسوله عليه الصلاة يعطيهم سبل حقن الدم في فتح مك بعدين رسوله عليه الصلاة يقول من دخل المسجد ماشي المسجد الحرم فهو آمن تمام و من أغلق بابه عليه فهو آمن و بعدين حبي بقى زمان تذكرت جامل أبو سفيان خدت بالك أو لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن هو ما عدش هيسيب بيته و رح بيت أبو سفيان لكن الشاهد أن الرسول عليه الصلاة أراد وسائل لحقن الدماء فمن الناس من ذهب إلى المسجد الحرم خلاص كفوا السيف عنه و من الناس من أغلق بابه عليه خلاص الرسول لم يأمر بسفك دمائهم لالإسلام بيتلم السوق بإبرة لحقن الدماء شوف سوق بإبرة لكن لما نجينا بطولنا بقى بالخوارج المعاصرين وأول تأويلات على غير مراد ياه لذلك أنا عبر برنامجك وبرنامج التاسعة مساء و أنا حي القائمين عليه أنا أخترح شيء على مؤسساتنا الدينية زمان كان الإمام الراحل سيدنا الشيخ محمود شلتوت رضي الله عنه أرضاره الراجل ده يكتب جميل اسمه آيات القتال في القرآن الكريم ليس كما يستدل خطأ بها للإخوان ولا السلفية ولا الشيعة ولا الدواعش لا الراجل حلل الآيات آيات القتال خرج بنتيجة جميلة عارف إيه إن آيات القتال اللي هو الجهاد يعني قال إيه بقى جهاد الدفع وليس جهاد الطلب إيه الفرق بالتنين عشان الوقت قال جهاد الطلب إن أنت تحتل لأرض الغير ده ما حصلش صح إنما جهاد الدفع إن أنت أدفع الأذى بتدفع عن نفسك عن دينك عن حدودك الأذى أو العدوان أو الاعتداء أو التدخل أو الاحتلال دي فلسفة القتال في الإسلام شوف يا ريت الله أن ننترجمه ونعط بعته وننشره ونعمل عليه حلقات نقاشية لعل الشباب المغرر به لأن نشوف حضرتك في سنة 2013 و14 لما شوفنا يعني الاعتداء الأسيم من الإخوان على المدنيين ومحاولة وطبعا اعتدائهم على الشرطة وعلى الكنائس بل وعلى المساكن خدت بال حضرتك ليه لأنه هما سمعوا آيات القتال غلط الدواعش النهاردة وما لف لفهم وشوف النهاردة الوجه يعني اللي أنا مش عايز بنطقي لفظ جماعة طلبان في أفغنسان آخر حاجة يمناه تعليم البنات من قال كده من قال كده زكاة النساء في عهد النبي صلى الله قالوا يا رسول الله ذهب الرجال بالأجور اجعل لنا من نفسك يوم أن نأتيك فيه فتعلمنا مما علمك الله من قال أن تعلم المرأة ممنوعة عليها الصلاة والسلام الوقت جري يا مولانا بس احنا هنستكمل الحديث ده عجبني ان احنا اخذنا هذا المدخل على مسألة السلوكيات وكيف كرم الإسلام الإنسان كإنسان والإنسانية ككل أنا بشكرك على الفكرة وعندنا صورة الإنسان طبعا 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 الإنسان مولانا كل الشكر ليك وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم وكل الشكر مرة تانية لمولانا فضيلة الدكتور الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر تخلص الحلقة لحد كده ولو كلنا العمر هنتقبل بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلام عليكم